بسم الله الرحمن الرحيم بيان للرأي العام الفلسطيني أنا المواطن عماد أحمد حامد البرغوثي من سكان بلدة بيت ريمة شمال رام الله أحمل رتبة الأستاذية بروفيسور في فيزياء الفضاء بعد عشر أشهر ونصف في سجون الاحتلال الصهيوني وبعد شهر ونصف في الحبس المنزلي الذي انتهى منذ أيام حبيت أني أمارس حريتي في بلدي في مدينة رام الله أن أكون مع الناس وبين الناس وكنت أتجول في شوارع رام الله وسمعت بأن هناك مسيرة للمطالبة بحقوق الشهيد البطل نزار بنات المعادلة العدالة للشهيد البطل نزار بنات المطالبة بانتخابات وطنية وتشريعية ورئاسية المطالبة برفع سقف الحريات نعم لم أشارك في هذه المسيرة لأنه لم تكن هناك مسيرة فجأت إخواني الأعزاء بمجموعة من أفراد الشرطة بيقتربوا مني وبيعتقلوني وبيحطوني في سيارة الاعتقال في البوكس أنا ومجموعة من شرفاء هذا البلد وأخذونا إلى مديرية الشرطة وهناك فجأت بأن هناك 19 أخ من خيرة أبناء هذا البلد وأختين كريمتين من ماجدات فلسطين وكانت التهمة الموجهة لإخواني الأعزاء هو المشاركة في مسيرة غير مرخصة وسب الرئيس والاعتداء على الأجهزة الأمنية وإثارة النعارات العنصرية وهذا لم يحدث قط لأنه لم تكن هناك مسيرة ولم أشتم وبالتالي عند إلي حق عند من أصدر القرار باعتقالي وشحطي على دوار المنارة ورمي في سيارة الاعتقال الذي أصدر الأمر إلي حق عنده وأنا أطالب الفصائل الفلسطينية مجتمعة أطالب المجتمع الفلسطيني أطالب المؤسسات المدنية والحقوقية في فلسطين لن أستجذي الهرم الفلسطيني لن أطلب حقي من هؤلاء أنا أطلب حقي من إخواني من الفصائل الفلسطينية مجتمعة بكل ألوانها من المؤسسات الفلسطينية من المؤسسات المدنية لحق أنا وحق للشرفاء الذين تم اعتقالهم وحق لأبناء هذا الشعب إخواني الاعتقال السياسي يوم يومين ثلاثة أربعة بينتهي لكن الظروف الصحية السيئة القذرة اللي عشتها أنا وإخواني اللي بعشوها النزلاء الفلسطينيين في سجون السلطة في النظارة غير مناسبة وقذرة وسيئة هذه ممكن تأدي إلى الموت أنا نعم أرفض الاعتقال السياسي لكن رفضي بشكل قاطع وقوي أن نعيش في هذه الظروف الصحية السيئة لي حق عند من أصدر العمر لي حق أن أعيش في ظروف صحية سيئة إخواني ربما يعلم الكثير بأن لي قاعدة علمية عالمية ساعدتني وتساعدني في أثناء اعتقالي عند العدو الصهيوني المجرم عند وجودي في سجون الاحتلال الصهيوني خمسة لاف عالم بعثوا رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي أستطيع أن أوظف هذه القاعدة ضد من ظلموني عندما تم اعتقالي يوم السبت ولكنني أخجل أن أوظف هؤلاء العلماء هؤلاء الأشراف أكابر العالم في شأن داخلي فلسطيني إخواني نتحدث كثيرا يتحدث المسؤول الفلسطيني عن استعداداتنا لمواجهة جائحة كورونا الظروف التي نعيشها في النظارة سيئة جدا غرفي لا تتسع إلى سبع أشخاص بنحط فيها واحد وعشرين غرفي في قاعة المحكمة عندما كنا ننتظر أن نعرض على النائب الوكيل النيابي أو المحكمة قاعة زنزانة متر ونص في متر ونص يحشر فيها 15 ثم يأتي ويتحدث عن كورونا إخواني الاعتقال السياسي بينتهي وبإذن الله سوف ينتهي ولكن ربما أحد المعتقلين نتيجة للظروف الصحية السيئة جدا القدرة جدا يصاب بمرض كورونا لا سمح الله ويموت وبالتالي صرخة قوية إلى كل شرفاء فلسطين أن نواجه هذا الاعتقال السياسي مش لأنه اعتقال سياسي بس بس لأنهم بحطونا في ظروف صحية قدرة جدا وعندما نطالب بتحسين تلك الظروف يأتي المسؤول ويقول لك منين بدي أجيب لك قاعات منين بدي أجيب لك غرف منين بدي أجيب لك إحرامات هذا اللي عندي وفي نفس الوقت بدل اللي بتستوعب عنده عشرة بحط فيها أربعين صرخة أوجهها إلى جميع العالم ولكن إلى الشأن الداخلي الفلسطيني أولا بارك الله فيكم الحرية لجميع أسرانا سواء في سجون الاحتلال الصهيوني أو في سجون السلطة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر